اهلا بكم حبابي طالب طلوات الصف السادس عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير النهاردة مع بعضنا يا محترمين مع بعضنا السؤال الاولين بيقول اختار اللي جابة الصحيح عضو لا يحتوي على عضلات اراضية يعني عضلاته الاي لا الركبة لا اراضية والارم الزراعي اراضية انا اختار له بيه اللي بعد اول ما قوله الترانسبور الجهاز اللي بين الجهاز اللي بين الفضلات من خلايا الجسم الى الجهاز البول ده مين اكيد اللي هو ايه الجهاز الدولي ايه اللي بعده جهاز الغدد الصماء تحكم في درجة حوارة الجسم وضغط الدم بلات بريجر بيفرز هرمونات زي البنكرياز بيفرز الانسولان اوكي بيه جهاز اذكر السبع الناس اللي الكلة بتاعتهم مش بتشغل بالشكل كويس ممكن يتضرب ده ممكن بعيد عنكم يموت ليه؟ لان هنا في الوقت ده طالما الكلة مش هتشغل كويس مش هتقدر تفلطر الدم فهيبقى فيه شوائب وسمون داخل الجسم يبقى هنا نقول له يا أولاد because because goodness because goodness can't can't filter filter the blood from waste materia فاهمين يا محترمين؟ اللي في الوقت ده الكليتين مش هيقدروا يفلطروا الدم من waste materia اوكي اللي بعم رايزة scientific term اكتب المصالة علم and organ which pump the blood to all body cells عضو بيدخوا الدم لو كل خلايا الجسم ولا دكتور ها very good heart اللي بعده يا محترمين liquid which is secreted inside the mouth سيل بيفرز داخل الفم during showing of food أثناء مضغ الطعام جوه الفم بتاعك سيل بيفرز من الساليفر جلاند زي بودة اللي عابيه اسمه saliva اللي بيرطب الأكل ويساعد على البلحة ثلاث دلات did the organ which transport the urine عضو بينقل البول from the bladder المسانة البولية دي اللي بتخزن البول ايه بقى العضو المتصل بيه بينقل البول to outside the blood إلى خارج جسم ها اليوريسرم very good نكتب هنا يوريسرم أوكي طيب اللي بعضها محترمين what is material that is produced from breaking down بروتين ايه الفضلات العشر بتطلع نتيجة تكسر البروتين زي اللحوم لما بنكل اللحوم بيبقى في جسمنا ايه اللي بيطلع نتيجة تكسر اللحوم او البروتين املاح اسمها اليوريا اللي بتطلع مع البول فهمين اولاد اسمها اليوريا يعني صلنا في الكلمات دي الى الزتيب البلوم هنا كاتب يوريا اللي هي املاح اليوريا ولاتسل خلايا الدم ووتر ميا بروتين اللي هي البروتيناية صب السنس بس رونيفرون النيفرون دي موجودة فين ها موجودة في الكل كليا كنا بنسميها ميكروسكوبك آآ فلات المجهرية انها لطورة بالعين المجردة كلها موجودة داخل كريتان طيب ايه المواد اللي بتعدي منها ها اليوريا والووتر برافع عليكم اللي هما بيكونوا يبقى نكتب هنا يوريا وووتر اللي بيكونوا ايه بيكونوا اليورين فاهمين يا ولاد طيب المواد اللي مش بتعد طبعا كانت بس روس زينيفرون اللي هو من البلاتسيلز والبروتين نكتب هنا بلاتسيلز وبروتين اتمنى ان انت تكونوا فهمتوا والسفدتوا ربنا معاكم ربنا وفاكم يا احلى طلبة وطلبات وانا لك في الفيديو القادم ان شاء الله شكرا